أحسن الله إليكم تقول في سؤالها الثاني في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة تقول هل إذا طلبت الطلاق لظلم زوجها لها من الريبة والشك فيها وفي أخلاقها أو توجيه اتهامات لها في أرضها وإحساسها منه دائما بالترقب والتجسز هل أليس هذا عذرا شرعيا؟ وماذا تفعل الزوجة كي ترجع ثقة زوجها بها؟ وإذا كان شديد الغيرة عليها كيف تتعامل معه مع العلم بأنها تضطر إلى مخالفته في أوقات الغضب ويضيق صدرها بعصبيته فتعانده في بعض الأمور الخاصة بالزواج ولكنها تعود فتندم تقول فماذا أفعل بالله عليكم ومتى يباح للزوجة طلب الفراع دون ما بأس جزاكم الله خيرا أولا عليها بحسن العشرة مع زوجها والصبر على ما تلقاه منه من الكلام الجارحة أو تصرفات غير اللائقة عليها بالصبر والاحتساب ولها الأجر في ذلك وحسن معاشرته ومقابلة السيئة بالحسنة هذا هو الذي ينبغي لها وإذا لم تفعل هذا وكان يؤذيها ويشق عليها فلها أن تطلب الطلاق من أجل الاستراحة من شره ويرزقها الله خيرا منه وهذا من الأسباب التي تبيح لها طلب الطلاق لإزالة الضرر عنها والحديث من سالفت زوجها الطلاق من غير ما بأس لهذا الشرق أما إذا كان هناك سبب ومبرر لطلب الطلاق فلا حرج عليها في ذلك مثل ما هذا يا شيخ؟ بعض الأزواج قد يدلي بهذا على زوجته أنه لا يجوز لها طلب الطلاق فهل لكم أن تذكروا ببيعا؟ ليس على عموما ليس لها طلب الطلاق من غير بأس الحديث مقيد هذا من غير بأس إذا كانت الأمور صالحة ومستقيم ويحسن العشرة ولا هناك سبب من قبله فإنه لا يجوز لها طلب الطلاق أما إذا كان هناك سبب اقتضى منها طلب الطلاق لإزالة الضرر عنها من تصرفاته وأقواله فلا حرج عليها قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر وإن كانت تجد مثلا ميلة عنه أو نفورة في قلبها هذا السبب كافي؟ عليها أن تصبر وربما يتبدل الحال وتزول هذه الكراهة ربما يتبدل الحال وتزول هذه الكراهة قد تكون مبنية على سبب ثم يزول هذا السبب أو تتغير القلوب والأحوال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فعليها بعدم العجلة فإن رأت أن هذا لا يستوى ولا يجوز لها طلب الطلاق أو الخلع إلا إذا لا رأت أنها لا تستطيع إقامة الحدود حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت يعني إذا صبرت ورأت أنها لا تصبح المعاهولة أن تطلب من الحدود إما بدون عوضة إما بعوضها الخلع إلا